مساء الفلة عليكم في كل مكان حلقة جديدة من برنامج موعد مع السعادة فقرتنا النهاردة عن الرشاقة والجسم الجميل طبعا كلنا حابين نخلص بطريقة سليمة وسهلة نظام غذائي آمن بعيد عن الجراحة أقل جرعة ممكنة من الأدوية موضوعنا النهاردة عن الجديد في التغذية العلاجية من منظور غير دوائي اللي هيكلمنا عنه دكتور محمود رفعة عبد العزيز خبير التغذية العلاجية والسمنة والنحافة وتنسيق الكون ورئيس مجلس إدارة مجموعة الهناء التبية أهلا بحضرتك يا دكتور منوارنا ومشرفنا النهاردة أردنا خليكي أستاذ النهارين واسمحي المبدعين أشكر قناة الصحة والجمال دايما لك توانى عن تقديمكم لما هو جديد فيما يخص القطاع الطبي وأشكر طبعا نفين الرشاد العنبي الجميل على صدفة معنا بإذن الله أتمنى أن أكون خلف عليكم بإذن الله إن شاء الله تبقى حلقة مميزة ومختلفة جدا نورنا يا دكتور النهار حبيلني سأل حضرتك من هو دكتور الدايب طيب خلنا نبدأ الأول يعني أنا أحبب أن أنا قبل ما أبدأ الحلقة لازم الأول أوجه الشكر لكل من كان سبب أن إحنا بنقدم للمريضة الخدمة في أنسب صورة المفروض نوة ياخدها عليها طبعا أنا بحب أشكر أولا لأن أنا وعدت اثنين من المرضى عندي من النشطين جدا جدا واتبعوا النظم بأقل كمية ده ومكينة ووصلوا نتائج مزهلة على رسم الأنسة اللي ابن ياسر هي يمكن عمرها عشرين سنة وابتدت معي من خمسة وستين يوم كان وزناها مية واربعة وثلاثين كيلو والنهاردة وزناها مية واربعة والمنازل بنبريك لها على الخطوبة السعيدة ده كانوا من أنواع صمرت نجاحها بإذن الله دي رقم واحد كمان عندنا مدام هالة فؤاد دي كانت برضو من دين المرضى اللي بدأوا معي في موضوع النحافة وبدأت معي من حوالي عشر تيام قدرت أنه الوزن بتاعها يزيد ستة كيلو ونص في حوالي ثمانتي ايام طبعا ده كل ده المرضى دول أن يجحهم بأنهم اتبعوا النظام اللي أنا حطيته قبل ما يتبعوا أي برشامة ده وممكن أكون كتبتها أقل كمية ده واتبعتها مع المريض ده اتباعوا لللايف ستايل اللي أنا حطيته واتباعوا للأسلوب اللي إحنا وإننا هنمشى عليه هو اللي وصلوا النتيجة دي ده رقم واحد ده رقم اتنين أنا برضو بحب أوجه الشكر لأحمد بيع عبدالعاطي ده من ضمن الأصدقاء المقربين جدا والله توانع عن فعل أي شيء في عمل خيري بالنسبة للمرضى لأنه مبدأه زي مبدأه إن احنا بنحاول إن احنا بنقدم الخدمة للمرض من مبدأ إن احنا عايزين نعيش وعايزين غيرنا كمان يعيش فإحنا بنحاول إن احنا قدر الإمكان نقدم الباكتج اللي يكون المريض محتاجه بتصدروا الأمور في كل حاجة يعني إحنا ممكن إحنا يعني أبسط شيء إن إحنا يعني برغم اعتراض ناس كتير حوالينا لأن تكريفة الخدمات عالية إحنا بنقدم في المكان بتاعنا في مستشفى وبقر الصديق بنقدم الكشف والمتابعات وجلاسات اللايف كوتشينج وجلاسات العلاج الطبيعي والإنباضي الشامل وكمان دعم مقدم من رجال الأعمال في الجمعية على روشتة بالنسبة للمريض كل ده بنقدمهم باكت جميع جنيه فطبعا ده محدش بيعمله خالص في أي مكان في مصر النهار مريض نجح ومنبسط وخرج من دائرة الريسك دائرة إن هو خايف إن هو ممكن يكون وصل لمرحلة السلمة المميتة أو إن أنا مريض سكر ومش خلاص مش هتعالج أو إن أنا مريض ضغط وعندي ريسك باستمرار خرج من الدائرة دي للدائرة السيمي سيف أو داخل على دائرة السيف ده مهم جدا جدا عندنا ده نجحنا أهم من الفلوس وبأقل تكلفة أقل تكلفة ممكن لأن طبعا يعني أنا برضو حابب إن أنا أوجه ده إن النهار ده كل واحد بالذات من مقدمة الخدمة الطبية يعني العملية بقت سيدة جدا إن المسألة بقت بيزنس أكتر منها رسالة روحية بحقيقي أنا لما بروح لدكتور دايت يبقى لازم بكت جمعين لدكتور دايت فهي بنا حضرتك فحنا عشان كده إحنا بنرجع الرسالة دي لدائرة العملية الروحية إنك إنت علاقة بالمرضة إكسترا أورديني علاقة فوق العادة مش علاقة إن أنا واحد جاي بيشتري مني فهنا ما بيعلو بتعمل معين لازم نرقي الممارسة لمستوى الممارسة الطبية فعلا مش الممارسة التجارية طيب حبي النهارة في الجديد في التغذية العلاجية دكتور فما يخص مرضى الضغط والسكر طيب خلينا الأول نرجع للسؤال الأولين إن إحنا ما استفتناهوش اللي هو أو ما استوفناهوش في الإجابة عليه دكتور دايت كل الناس فكر إن كلمة دايت معناها دكتور السمنة أو دكتور التخسيس كلمة دايت في أي لغة معناها الوجبة فدكتور الضغط هو الدكتور المعني بقاعدة إعداد وجدولة وتنظيم نظام الوجبة بما يتمشى مع المريض بصورة صحية سواء كان المريض دا المريض عنده مشكلة مرضية تتطلب إنه يخص في الوزن أو مريض سليم لأنه ما فيش أي واحد يكره إنه هو تكون حياته صحيا حياة أمنى ما فيش خالية من المشاكل دا إلا أنا بحطه له بجدوله الجدول الخاص بانظام وجبته بما يتمشى مع حالته عشان كده بنقول الزمن بتاع إنه في دكتور بيطبع ورقة واحدة ويديها لكل المرضى الزمن دا خلاص المفروض إنه إحنا عندنا النهاردة ممارسة طبية في دولة أحب أشكر القائمين عليها إنه هم أتاحهم في قنوات التعلم والتعليم على أعلى مستوى النهاردة للمقدمة لخدمة طبية وبحب النهاردة أشير على ردء الليرب مهم جدا جدا إنه في بعض السناتر أو الأكاديميات اللي بتقدم الكورسات الخاصة بالكلام دا بتقدمها للبرة ميديكا اللي هم الناس اللي برة قطاع الطيب خالص زي الأداب أو التجارة أو كلام من دا بيخلي إنه يدرس نفس الكورس الخاص بالتغذية العلاجية عشان يوهمه إنه هيطلع دكتور تغذية العلاجية أو دكتور دا دا طبعا دا كلام كارثي لأن إحنا مش قصتنا إنه إحنا بندرس التغذية العلاجية من منظور التغذية بس لأ لازم أنا كدارس يكون عند الخلفية بالنسبة مثلا العلم الفرماكولوجي بالنسبة العلم الأمراض بالنسبة لطبيعة الحالة المرضية بتاعت الشخص اللي داخل علي أقدر إزاي أعمل له كلينيكا الهيستوري دا ما يعملوش أي دارس إلا دارس القطاع الطبي عشان كده أنا بأكد إنه أنا ممكن يكون الدارسي مش أي دارس آه يعني ممكن اللي بيدرسه في الأكاديميات دي المفترض أنه بيخرج كوتش أو بيخرج مدرب ممكن يشتغل في جمة أو كلام من ده لكن إنه يسمح لنفسه إنه هو يكون مقدم خدمة طبية ده شيء كارسي ولازم الدولة تعمل إزبوط لايت على الكلام ده وتشوف مين بالزبط اللي بيقدم الخدمة طبية ده هل حد فعلا قادر إنه يعمل الكلام ده والله هيوصل المريض لمصار كارسي ده مهم جدا جدا نيجي بقى للقصة مرضى الضغط والسكر مريض الضغط والسكر دايما لما تجي تتكلمي مع مريض يعني مريض السكر بالزيت ما تجي تتكلمي معاه وتقول له مثلا حضرتك عندك الضغط يقول لها الحمد لله ما عنديش كلهم فاكرين إن الضغط بمانقى عن السكر طبعا الكلام ده غير صحيح ليه لأن برضو عقيدة عند الناس هي اللي بتوصلهم للفهم الخطئ ده إنه هو فاهم إن أنا ما بقوله أنت عندك الدهون زيادة عشان تدهت ضغط بيها مثلا فاهم من الدهون دي مرتبطة بالأكل المسبك أو المنهدن في الوجبة والكلام دي غير صحيح ليه لأن مصدر الدهون اللي هو الكوليسترول اللي أنا بدور عليه مش دهون العضلات دهون الدم اللي في الشرعين مصدر الكوليسترول في بداية عملية الهضم اللي هي الحر كان أصله ليه كان أصله سكر فعشان كده احنا بندور على المصار الآمن أو طبيعة المغزيات اللي ممكن ياخدها المريض اللي يكون سكرها أقل ما يمكن وفي نفس الوقت تكون مغزية عشان ما توصلوش في النهاية لا لزيادة في منسوب الدهون تترصف بتعمل عضلات ولا زيادة في منسوب الكوليسترول تترصف إقدار الشرعين وتوصلني في النهاية أنه عيان ضغط بدون أي سبب إذا بنقول أن مريض الضغط ومريض السكر لو قدرنا أن نحن نجدول نعمل تايبل للحياة بالنسبة للنظام التغزاوي مع تنظيم اللي في ستايل مع أقل كمية التمارين ممكن جدا جدا نستغني عن أدوية الضغط والسكر وعندي فعلا عيانين يعني أنا أربع عيانة عندي يمكن أول مبارح تسعين سنة وبدأ فعلا يعني يستغني تدريجي عن ضواء السكر بيبدأ السكر بتوعف بعد ذي أي وقت يا دفع خلاتنا حوالي عشر تيام بدأنا نعمل تستر الحجاة ونشوف الدنيا فأنا فجئت فعلا أنه هو الرجل يعني احتياجاته اليومية اللي بقى بياخدها دلوقتي مش زي زمان وبالتالي هو بياخد جرعات سكر عالية جدا مع نظام تغذية ضعيف جدا فبدأ السكر يعني خفت جدا فقلت له طيب خلاص ترى ما حضرتك أنت ده نظام تغذيتك النهاردة ده اللي بتحتاجه بتحس أنك أنت فيه ستسفايد ودينة جميلة طيب لو سمحت وقف لي ده والسكر ده المودي التلتين قلن نشوفه دي أنا أخبارها إيه ما أليقش باع لما أنت قلت له يا فندي كان مخضوط جدا قلت له أنا على مسؤولتي أنا موجود جنبك ما عندك مشكلة خالص فوجئت ويمكن هو عم واهبي بيشوفني النهاردة وإسمه كده عام الحاج واهبي تسعين سنة يمكن أنا بأكد أن إحنا بتدينا بأن حوالي أسبوع بيبدأ السكر بتاعه متين وسبعين وينتهي اليوم متين واثنين من غير ما أتدخل بأي بشيء عمه ده عيان ما عنده سكر خالص نهائية عشان كده أنا يمكن بقول له حضرتك أن عيان الضغط والسكر مفتاح سر حل المشكلة بتاعته فيه هو مش فيه أنا يقدر هو فعلا أن الأمور تجدول وتتزبط وممكن أنا بأقل نشاط ممكن ممكن أنا أخليه مارسو في اليوم وبتنظيم نظام الوجبة وبإلغاء الجداول كتير للأدوية ده هو واحد ممكن يأخذه خلاص الموضوع انتهت الحكاية تمام يا دكتور إم تحتاج أروح لدكتور التغذية أو أشتكي من إيه ده سبب يودينه لدكتور التغذية زملاءنا كتير جدا جدا في تخصات كتير زي تخصات العظم والمفاصل زي تخصات البطنة زي متابعات الحمل كل الناس دي لما بيروح لهم المريض غالبا بيكون هو القنطرة الأولى قبل ما بيجي لقلع المريض في الفينال ديستينيشن بمعنى أن المريض لما بيحس أن وزنه زيد لما يحس أنه عنده مثلا مشاكل في التنافس أو أنه جانوي يحس أن جسمه مش في الطبيعي بتاعه لما يحس بألام في العظام وفي المفاصل الوزن ده ما ينفعش معايا شو في حل عشان خطر إحنا ما نخش على الوضع بالوضع ده كل دول أنواع من المرضى لازم يروح للتخزية غيرهم بقى بعيدا عن الوزن عندك مثلا الطلبة والدارسين اللي عنده مشكلة في التحصيل والنسيان وعدم التركيز وعدم التجميع بسرعة لازم يروح للتخزية ليه؟ لأن فيه عنده خلل ما بين نظام الراحة ونظام البذل المجهود ده بيخليه ما هوش في كامل تغطو مش في كامل عطاقه رقم اتنين عنده خلل في نظام التغزاوي إن ممكن الناس عنده عقيدة مثلا بالذات البزنس من أو الناس مديرين المكاتب ممكن يبقى واقف على طرابسته عشان خطر يأكل أي حاجة سريعة يقوله عشان ما بيش وقت الأبحاث جيدة بتقول إن اللي بيأكل في عجلة من أمره ده ممكن يأكل أكتر من اللي كان المفروض يأكله هو قاعد نتيجة لعجلته ده عشان كده؟ فعلا والله بسرعة أو في الشغلة عشان نجري نلحق شغلنا عشان ما بيأخدش بقله بقى هو كان إيه؟ ممكن جدا نكون كان سندوتش كده هو مش أخد بقله يكون السندوتش يعني مثلا سبع الموز عبارة عن 125 سعر لو تحط السبع الموز في سندوتش عيش فينه اللي هو العيش الأبيل البتعاني الطويل بيأنا بنتكلم في 3500 سعر أنا دهما بقوله العيان يعني عياني أنا حبب في سدات بقوله عايش تزيد من غير مجود ركز مع سندوتشات بسيطة اللي عيش الفينه مع الموز لو أنت كلت أربع خمس ست مرات في اليوم عملت ثلاث حوالي 1500 سعر دول جرعة يوم ده أنا بعيدة خالص عن الفين يا دكتور ده من ضمن الحاجات السهلة جدا والجميلة جدا ممكن تعد سعرات وده اللي على عيان السمنة إنه أتجنبها يعني لو عيان حافة وعنده مشكلة أو لو عيان في عجلة من أمر ومعندهش وقت يأكل ممكن ناخد ده سعرات عالية جدا عشان الموز في النشويات وفي النشاة بتركيز عالي وفي السكرات كويسة جدا بالنسبة له بحيدديره يعني إحنا كده نفتر موز سنشات موز بالفين ما فيش مشكلة لو هو مش حابب السندوتش ده في شخص السندوتش عنده اختيارات كتير لكن أنا أقول لك إنه مثلا ممكن الشوكورتات جالاكسي دي أنا في مريضة عندي أتذكر يعني إنها جات بتقولي ده أنا ده هي كلها شوكورتات يا دكتور على فكرة هي لبناء أنا مفتكر يعني يعني ممكن هي فكرة وتضحك على الكلام إحنا كل الأسماء نقول لنا ما نقول لها حضرتك يعني جاتني يومها بالشوكورتات دي قلت لطرة منتي كان ليفت خطرة تقري في ظهر الشوكورتات كم سعورة حرارية قلت لها مكتوب قلت لها خلينا نبص نبص بس ما يفريش معنا يا دكتور أنا خجأ الشوكورتات إحساسنا الشوكورت ده موضوع تاني تمام ما عنديش مشكلة بس لما يبقى الشوكورت لما ضفها الجدول اليوم مش هيخلق لي مشكلة أنا ما عنديش مشكلة مع الشوكورت تمام أنا عندي مشكلة مع أنت كعربية كتان كعربية محتاج أدئي في اليوم عشان ما يبقاش ده أفر رودل عليك وبعد ندور إحنا هنوديه فين بعد كده المفروض يعني دي حاجة لي أنا مفروض أخذ أدئي شوكورت في اليوم لا هي مش بصة نبينها مش قصة أن أخذ أدئي شوكورتها في اليوم قصة أنا وزني وطولي وعمري أدئي أقدر رح سمينهم معادلة أقول نيفين محتاجة أدئي كم صورة في اليوم بيتها لقولك الفيزا دي عندك في اليوم تخديهم موس تخديهم عيش تخديهم فاكهة زي ما أنت عاوز المهم أن هم دول لو زيدنا عن دول هنحتاج أن احنا في اليوم التاني نقفض عشان اللي قبل كده كان زي وهكذا تمام تمام يا دكتور هل كل الحالات تحتاج إلى علاج دوائي للسمنة؟ ده اللي احنا بنقوله دلوقتي بقى إحنا لسه بنقوله إن إيه؟ مش شرط يكون الشخص اللي جادة هياخد علاج لكن نفترض إنه هو عنده بقى secondary problem عنده مشكلة سنوية جاية مع السمنة زي مثلا هو العيان ده جاي عشان يحس الفرق في الكواليتي أول ما يشوفه ولا أنا شفت الدكتور خفيت صح؟ ده أقدر عنده المريض تمام فأنا لو المريض دخل عندي وبقاءت أتعامل مع موضوع تنزيل الوزن اللي هو بياخد already وقت مش على طول تمام عشان كده إحنا بنعمل إيه؟ أنا بالنسبالي المريض في حاجات معينة ممكن من الديهلوف البداية بتديله رد فعلي سريح عشان التحفيز تمام فأنا بعمل ده في حاجات فعلا أنا بطر إن أنا أديها بس في حالة إيه؟ إن المريض يقول لي أصلا أنا والله ما بيهش كتير أصلا أنا والله يا دبانش في محيطة ببيت أصلا أنا والله ما عنديش وقت أصلا أنت شايف أنا عمل إزاي؟ فأنا بطر إن أنا أديله حاجة أقول له شفت أنت بقى أقل مجهود عملت أربعة كيلو مثلا في عشر تيام يلا عايزينا أكمل إلى 12 كيلو في الشهر فأنا بس ده مش مع كل المرضى يعني في مريض أنا ممكن أبتدى معا من غير الكلام ده خالص بتعديل في لايف ستايل بتنظيم نظام واجبة بفيزيكا الأكتيفتي ممكن تمرين معينة بنعملها بتلاقي ديناك واسة جدا بدون دواء يا دكتور بدون دواء نهائي في عندي مرضى كتير دينيتهم كويسة لأنه أصلا حالته الصحية بلجأ ليه إن أنا ألجأ لي حاجات عشبية سواء من عنده من البيت أو لو مش عنده أنا بتديره من عندي إحنا كده لدينا نعمل تشيك أب قبل ما نروح للدكتور نعمل إيه ضغط سكر قلب قبل ما نبدأ نروح الطبيعي إن المريض اللي بيجي ده بيجيب الفاير بتاعه كامل معه عشان خطر أنا ما عملش أي حاجة تتعرض معه اللي هو قريدي بيعمله يعني عشان مفروض إن أنا كدكتور بتعمل بمنطق اللي هو وخلص ما تنفعش خالص المقرض إن المريض ده بتعمله حاجة اسمها كالينك الهيستوري ده تاريخ كامل لكل ما يخص تفاصيل الدقيقة بناقش في كل حاجة بناقش وإنت بتنام قد إيه بتنام كويس ولا لأ عندك حد بيدخن في البيت ولا لأ بتعرضنا مباشر ولا لأ اشتكيت من كذا اشتكيت من كذا وبعد ما بخلص ده كله بقوله في مشكلة أنت حابب تسألني عنها أنا ما سألتكش عنها لازم يكون عندي جميع التفاصيل عشان ممكن أكون بعملنا حاجة تتعارض معلمها يعني كل واحد نظام يعني كل الناس بتمشي أنا روحته الدكتور داي طب ممكن أنت يديني النظام ده أمشي عليه ده غلط جدا ده مصيبة كارسية أصدقاء بيعملو كده برضو ده مصيبة كارسية ليه لأن الصابع مش زي بعضها والحالات مش زي بعضها أنا دايما بقولهم كده تشابه العرض لا يعني تشابه المرض يعني أنا ممكن أنا وإنت نخش بصداع بس إحنا الاتنين عجلة مختلفة مش زي بعض مش معنى أن أنا وإنت ناخد نفس برشامة صداع آه بس تمام عايزين نعرف حقيقة المنتجات مجهولة المانستر ماشي وغير مرخصة تبين أوكي زي إيه لو راجل كل وسمعته جنيه الدعب عايزين نعرف النفع والأضرار لكل منتج إيه رأيك في المنتجات دي يا دكتور مبدئيا ما فيش حاجة اسمها لو راجل كل آه هو الراجل بيأكل يسيب تتأكل ده رقم واحد تريد خليتها دي سرر الراجل ده رقم واحد يعني غريبة جدا لما يدخل بأوبشن لو راجل كل فهمني ده يعني ده فزاعة يعني إيه لو راجل كل المفروض أن أنا كدكتور المريد جايلي جايلي عشان أعمل تحسين في الكواليتي في اللايف ستايل بتاعها أخلي الحياة شك لها أحسن أنا مش جايلي هو مش جايلي عشان أحبسه مش جايلي عشان يقول إن أنا كان نفسي ميد دي دي له ماعفتش ميد ديه عليها انلك синενم مش سليم يعني المفروض أني أنا كوجود كطبيب كواحد بيتعامل في جزئية تغذية العلاجية أنا المفروض أن أنا بقدم له أو بقدم له إنه هو ممكن يمارس حياته ويأكل كويس جدا بخيس لكن قصة أن أنا جاي منوعه عن الأكل دي كارثية وهما ترتب على بга من ثبوت حد في الدوالة الضموية من أنيميا من دوقة من فقدان للتركيز من نزيان طبيعي جدا يا ليه الدولة منع التدول هما الناس بتستند على فكرة لو راجل كله سمعته زي جنيه الدهب ده فيه اكتر من موقع اخباري نشر ان هما اتمسكوا ليه ليه لسه في تدول لحد النهاردة موجود لان القناة دي غير قادعة الرقابة الخاصة من التلاج الاعلامي بيبسوا بمزاجهم بيقولوا اي كلام تمام ده رقم واحد ده رقم اتنين انت المفروض لو انا كشخص طلع اتكلم عن المنتج منتج ما المفروض ان انا عشان اقنعك بي لازم يكون علي شك على منظري انا مقنع ممكن يجيبوا حالات يا دكتور احنا برضو مش مزاقية في الكلام ولا لا ماشي ما انا بقول لحضرتك الوقت المفروض ان انا انا كحد بتكلم عن المنتج معي عشان اقولك ان المنتج ده فعلا مفاعل لازم يكون فاعل معي انا ولا انا ايش عرفني هو مش هيجرب هو حابب يعمل حاجة زي دي بيزنس بالنسبة له عادينا بقى انواع الناس كلها مش اي حاجة عنه تنزل يبقى نجري وناخدها اللي انا متأكد منه ان لو كان ده شيء فيه كويس بالنسبة للمريض كانت الدولة اول واحدة تدور عليه وتفتح له قنوات عشان خطر يتم تدوره باسعار معقولة لكن حضرك لو تعرف ان اسعار الحاجات دي اسعار فلكية يعني انا بس انا فيه ناس ادتني ارقوم ناس معينة مش عارف اسماقة غريبة كده اتصلت على فريق مش عارفته هلمين وحاجات غريقة غريبة كده اتصلت عليهم عشان اسأل عن المنتجات يقولك انت حضرك طورك قديه ووزنك قديه ومش عارف ايه وقدي ايه انت محتاج المجموعة من 800 ومتقافل وضرب على رقم تاني في نفس المجموعة هيقولك نفس الكلام لا قال لي 1200 هو بيقم مزاجهم بيغبطهم مما يدول على ان العملية غير اكاديمية وغير علمية وغير محترمة فاهماني فانا عشان تنا انا قلتوله قلتوله انه جماعنا طبيب انا بيكلمك طبيب انا عايز حد يقول لي هو حد تبونان على ايه انا محتاج مجموعة ايه انت شفتني بتعرف انا مين طب تعرف انا مشاكل ايه طب تعرف ادويتي اللي انا باخدها فاهماني فالعملية شغالة بطريقة الهيسة فاهماني دا ما ينفعش خالص يعني احنا نتعمل في صحة مريضة جماعة دا مريض ممكن جدا ياخد الحباية دي يحصل له بطحط في الدورة دي ايه ادخل عنا مركزة هتنفعه هتلحقه مش هيحصل فعشان كده انا بقول للمريض انت اكتر واحد لقيم على نفسك انت تستاهل اللي بيحصل لك انا اعمل هايلات على القصة دي ان يبقى في واحد بيطلع الصبح يقول لي كابسولة ناحية وبالليل بيتكلم عن كابسولة تانية دا فقد المصداقية بقى كده انا فيهم اللي حلوة بتاعت الصبح وانا بتاعب بالليل ولا احنا كل 12 صعب انتوا منجرب كابسولة دا رقم واحد رقم اتنين يطلع لك شخص تاني مثلا يتكلم عن جل العظم يقول لك ايه انت معك دكتور انت معك ساحر انت معك مش عارف مين لما تحتاجه خبط عليه والشخص اللي بيتكلم دا الصبح بيتكلم عن الجل بالليل بيتكلم عن المراتب طب انت حضرتك بتبيع ايه بالزبط في مصر يعني انت رجل بتاع دكتور ولا بتاع مراتب اده رقم اتنين رقم تلاتة في حاجة اسمها ان انا اقول للمريد يعني اهول من العملية حاسس ان انا بتكلم عن ميراكل عن نبي ان انا بقول له ايه خبط على الدكتور يعني انا خبط على العلبة ده هل ده كلام منطقي وبعدين ايه معظم الناس اللي بتجرب المنتجات دي تقول لي كان بيقول لي التلات علب ب800 جنيه اللي هي اصلا احسن جودة تصنيع في مصر في مصانع الفايف ستارز احسن تيوب متتمنى تصنعش بكتر من 10-15 جنيه بتاع ايه الارقام دي موجود ايه اللي موجود فيها عرفني موجود فيها فين وانا برضو نبدع من هنا من صحة والجمال بدعو الدولة وقناتها الرقابية انها بدلا ما بتاخد وسبعمائة في المية ما تسيبوش خصونا ده عبارة عن ايه ده اللي اقتصاد البديل اقتصاد الموازي اللي الدولة غير رقيبة عليه وبيهضر على الدولة امبال ضرائب عالية جدا خد من دول ودر الفقر اللي مش محتاج خد من دول ودر الصغار اللي بيشتكي خد من دول ودر صغار المستثمرين اللي بيشتكو خد من دول وبقاش فيه رقابة اصلا يا دكتور فعلا ايو حضرتك انت مدخرة النعال لا تتكلف على مصنعة اربعين جنيه خمسين جنيه وبيهضر سبعمائة جنيه اي نسبة ربح دي هنا بقى فين الدولة ما هي لازم الدولة تكون رقيبة على دول لان دول لصوص حرفيا ده بيضحك على المريض لانه المريض مسكين المريض بتعالى فقق الشاية وغيرهم اللي يبقى وقف طول النهار قدام صبورة وعمل يحكي عن المنتج ويستغل سزاجة ست كبيرة يجيبها عشان تقول كلمتين ده كلمنا يا ليق طيب حبينا نعرف نصائح عامة المختلف المرضى من حيث النظام الغذائي يا دكتور بالنسبة للنظام الغذائي حضرتك المفروض انك انت طالما انك انت تابعت مع خصائي قبل كده يخصك سواء في المشكلة اللي تخصتك لو مثلا مشكلة قلب مشكلة ضغط مشكلة سكر مشكلة عظام او سيدة حامل ايا كان طبيعة المشكلة اللي عندنا او حتى طالبه بيدرس انت عارف انك انت ايه الممنوع عليك في نظام الوجبة وايه للمفروض تزود منه في نظام الوجبة ففي عيان زي ما احنا بنقول بنقول علي ايه مش عايزين نقول كلمة يعني بنطمع شوية يقول لك ايه نفسي خديتني للحاجة دي طيب انا ما عنديش مانع انها نسك تاخدك لها النهاردة بس انت بكرة خلاص بعد بكرة خلاص مش كل يوم نسك هتاخدك لها ده رقم واحد ده رقم اتنين العيان اللي بينظم ضايد ده افضل حاجة له بالنسبة له ان هو انا من ضمن النصائف بقولها بقولها دايما ليهم امتنع انك انت صاحب الناس اللي انت عارف انه هم بيفكروا في الاكل اكتر ما فكروا في المشي بلاش الدمعة دول بحب نخرج عشان ناكل طيب شو حضرتك ده اللي انا بقوله احنا قبل الخروجة نعرف احنا هنأكل ايه طيب نبتفئ يبا نحط للأساس يا جماعة ده لي بحفزنا الخروج انا ما عنديش مانعين فين والله احنا هنأكل بس الفكرة ايه انا هاكل النهاردة وبقرة هعمل ايه هاكل كل يوم يمان ما انفعش يعني قدك يوم مثلا يوم يوم هنظم ويوم اكل القصة قصة ايه انا عارف ان انا عندي فيزا في الاسبوع مثلا ستة الاف سعر طيب انا جيت النهاردة خبطت تلات تلاف سعر يبقى انا عارف ان انا عندي خمس ايام تلات تلاف سعر يلوم بستمية اتصرف وخليم ستمية تمام البديل لكده ايه ان انا هيبقى عندي فايد في السعرات هيترجم لوزن الوزن ده هيروح لعضلات وممكن نروح للشرائل يبقى انا اللي وصلت نفسي للمصاري الامن او للمصاري الامن كان نفسنا نكمل مع حضرتك يا دكتور ملحقناش بس اكيد هتشرفنا مرة تانية النهاردة كان مشرفنا دكتور محمود رفعة عبد العزيز خبير التغذية علاجية والسمنة والنحافة وتنسيق قوام ورئيس مجلس ادارة مجموعة الهناء الطبية شرفتنا يا دكتور واتمنى اشوف حضرتك مرة تانية ونلحق نقلص كل الكلام اللي احنا حابين نقوله بإذن الله وانا سعيدة ان انا حضرت معاكو النهاردة ومعاك يا نبيل ومشكر فرير الإعداد وان شاء الله ربنا يقدرنا ونكون يفقف على المشاهدين بإذن الله مرسي يا دكتور وان شاء الله هنروح لفاصل ونرجع تاني